موسيقى على العموم رغم ما وقع في بداية الجلسة وربما سمعتهم البعض السوملاء بخصوص ما وقع في امتناء مرة أخرى ورفض المتهم الحضور أمام المحكمة وبعدما المحكمة طبقات مقصدية المدى 423 في شقال متعلق بإحضاره بوسطة القوى العمومية وبعد إخباره بالأثار المترتيبة عن الرفض المتكرر إلى آخره وضرره على المحكمة العديلة وعليه هو كحق من حقوقه في الحضور والمناقشة والاستماع إلى دفاع المطالبة بالحق المدني ومناقشة القضية حضوريا الجلسة يعني أرفضت ما صارها الطبيعي وانطلقات وتمكنوا زملاء دفاع المطالبة بالحق المدني بعدما أسمى الأستاذ المسكيني مرافعته القيمة واللي نقشت جميع أركان الجرائم المسترى في هذا الملف وبسط أين تتوفر الأركان دي الجريمة التجار في البشر خصوصاً أن هذه الجريمة من الجرائم الجديدة الآن التي أطبق داخل المحاكم كذلك بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى بما فيها جريمة الاغتصاب جريمة محاولة الاغتصاب هاتك العرد يعني كل الجرائم المسترى كذلك الزميلات التي كانوا بعلها المطالبة بالحق المدني تقدموا اليوم تقريباً أربعة دي المرافعات على أساس أنها سيتم يعني استمرار في المرافعات دي المطالبة بالحق المدني يوم الجمعة وبعد ذلك يوم الاثنين والأربعة على أمل أن ينتهي دفاع المطالبة بالحق المدني من تقديم مرافعاته خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله